ما أحب الأعمال إلى الله تعالى كثيرا ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال وكان جوابه بحسب حال السائل ومقامه ومما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل أحب الأعمال إلى الله الصلاة لوقتها ثم بر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله أحب الأعمال إلى الله أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله أحب الأعمال إلى الله إيمان بالله ثم صلة الرحم ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وليس عمل أحب إلى الله تعالى من القيام بفرائضه والتقرب إليه بها ففي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه فاحرص على القيام بأحب الأعمال إلى الله تعالى لتنال الخير الكثير بالعمل اليسير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر